واهم من يتصور أن البحرينيين سيدخلون نفق تطبيع كل ذرة من تراب البحرين تتبرأ من التآمر والتخاذر والاستسلام للعدو الصهيوني الغاشم فلا حيادة في قضايا الظلم ونحن أهل البحرين نعتذر منك يا قدس بعبارات الأسف والاعتذار تقدم البحرينيون من الشعب الفلسطيني على ما جرؤت على فعله سلطات بلادهم رغم أنه لا ذنب لهم بل إنما جرى وحد صفوفهم فهبت كل شرائح المجتمع من متقفين وإعلاميين وساسة وكتاب ونواب سابقين وشعراء ومدونين وغيرهم الكثير هبت رجل واحد نصرة للقضية الأم المحقة الكاتب رضي الموسوي قال أن المواطن البحريني أعلن تبرؤي من اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني وأعتبره طعنة في خاصرة الشعب البحريني وفي ظهر شعب فلسطين الذي يواجه العدو ويقاومه نيابة عن أمته الغربية البحرينيون إذن انتفضوا غضبا في شوارع البحرين وساحتها محرقين أعلام إسرائيل إذن منصات التواصل الاجتماعي بيّنت حجم الفجوة بين المظام الحاكم في البحريني وشعبه الناشطون أكدوا أن الاتفاق خارج عن إرادتهم وبعضهم أشار إلى أن الشعب غير مشارك في صنع القرار في هذا الاتفاق الناشط أحمد قربان كتب هذا الموقف الرسمي لا يمثلني كبحريني ولا يمثل أي فرد من أفراد الشعب ولطالما كان الموقف الرسمي في البحرين موقفا شاذا من قضايا الأمة المصيرية وذكر رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان يحيى الحديد أنه كما رهن النظام في البحرين مصيره بمصير الكيان الصهيوني نحن شعب البحرين أيضا نعتبر أن مصير فلسطين وشعبها مصيرنا ولا يمكن أن ننفصل عن قضيتنا يوسف الجمري اعتبر من جهته أن هذا السلام الخصف ليس باسمنا هرولة المهرولين ليست باسمنا طعن الفلسطينيين في الظهر ليس باسمنا نحن البحرينيين نفدي فلسطين والعرب بل وكل المسلمين حسم أجدادنا الأمر منذ الخمسينيات ونحن في الإثر موسيقى